رصد التلفزيون المصري أراء عددا من أعضاء مجلس نواب حول ما تنولته جلسات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج عمل الحكومة نستعرضها مع حضراتكم يعني في اليوم الثاني لأعمال اللجنة الخاصة بالإعداد الرد على بيان الحكومة ودراسته وبحضور سدى الوزراء وبعد يوم حافل بالأمس كان يموسل زخم من المساهمات والمناقشات الجادة التي لا تعرف خطوط حمراء حقيقة الأمر وأيضا اليوم الثاني النهاردة بدأنا الجلسة الأولى بحضور ثلاثة من السادة الوزراء وزير الصناعة وزير قطاع الأعمال وزير الانتاج الحرب وهناك في قاسم مشترك بين القطاعات الثلاثة اللي هو فكرة الانتاج والتصنيع يعني قطاع الأعمال الانتاج والتصنيع أيضا الانتاج الحربي باعتبره حتى رغم ان الانتاج الحربي يتصف بخصوصية من حيث المنشأ والهدف صناعات حربية لكن عنده فائد الطاقة الانتاجية عنده بيوجهه إلى انتاج صناعات مدنية النهاردة بنتحدث مع كافة الوزراء بشفافية شديدة جدا لأن قاطرة الاقتصاد المصري ستقوم بشكل كبير على التنمية الصناعية والتنمية الزراعية ورفع القيود أمام أي عقبات تواجه تلك المحددات الرئيسية قاطرة للاقتصاد طوطين الصناعة دي شيء مهم بمختلف مستواتها في الكبيرة والصغيرة والمتوسطة وحتى متنهية الصغر ولازم الصناعة تبتدي من المحافظات بطبيعة كل محافظة وطبيعتها الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر